في ظل صمت معظم الحكومات الغربية عما يحدث في غزة وتواطئ بعضها مع العدوان الإسرائيلي تبرز في الغرب أصوات من المجتمع المدني والجاليات العربية وأساتذة جامعات وإعلاميين ورياضيين تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتعبر عن ذلك بأسلوب مبتكر ومؤثر فبعد الخطوة اللافتة التي قام بها أعضاء في البرلمان التشيلي عبر رفع شعارات تدعو إلى وقف المذابح ورفع الاحتلال قام فريق تشيلي لكرة القدم يحمل اسمه باليستينو نسبة إلى فلسطين باستبدال الرقم واحد على ثياب لعبيه بخريطة فلسطين تضامنا مع غزة تزمن ذلك مع تغريد بعض الأصوات الهوليوودية خارج سرب التأييد التاريخي الأعمى لإسرائيل فيما قامت فتاة بافتراش البساط الأحمر في هوليوود دعما لغزة ورفضا لقتل الفلسطينيين قبل ذلك كان جون ستيورت قد أبدع في انتقاد استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين العزل في غزة وإنذارهم بضرورة الهرب فيما غزة محاصرة من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري على حد سواء ولا يبقى أمام الغزيين إلا أن يرموا بأنفسهم في البحر أخيرا وليس آخرا عاد جون سنو مراسل القناة الرابعة البريطانية من غزة بشهادة مؤثرة بثت القناة تحدث فيها عن استهداف إسرائيل للأطفال في هجومها على غزة ومدى وحشية ولا إنسانية هذا الأمر كانت هناك لحظة فارقة عندما دخلت إلى الطبق الثالث من مستشفى الشفاء المخصص للأطفال وهناك التقيت بمها التي أصيبت بالشلل بسبب شظايا أصابت عمودها الفقري وهناك أيضا رأيت طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف مصاب بتقرحات وجروح حول عينيها تمنعها من فتحهما سببها كسر في الجنجمة وآخر في الأنف أعجز عن نسيان هذه الصور ترجمة نانسي قنقر